بسم الله الرحمن الرحيم انا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم وبعض عن رؤية الغزال. هنتكلم عن الغزال بشكل عام. هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة امتى بتكون رؤيته غير محمودة. كمان هنعرف معناه لو شافت الرؤية دي فتاعة ازباء او امرأة متزواجة او حامل او رجل. اولا الغزال بشكل عام من الرؤى اللي بتشير او بترمز للنساء. وكمان للنساء الجميلات بشكل خاص. لما يشوف الرأي انه حصل على غزال فمن الرأي اللي بتدل على ان هو هيحصل على مراس. لما يشوف الرأي برضو الغزال برضو من الرموز اللي بتدل على المال وعلى الرزق وعلى الاولاد وكمان على الزواج. لما يشوف الشخص انه بيسطاد غزال ويشوف انه حصل عليه فده حصوله على غنيمة او حصوله على مبلغ من المال. كمان لما يشوف ان هو بيسطاد الغزال برضو من الرؤى اللي بتبشره بان هو يحصل على امر يمكن كان بيتمنى او كان بيسعى لي. لما يشوف انه بيسطاد الغزال قوي ان هو بينصب شبك عشان ياخد عشان يستاد الغزال فاحيان بيدل على خداعه لامرأة خصوصا لو كانت شاف الرؤية دي رجل. كمان لما يشوف انه بيرمي الغزال بالحجر فاحيانا بيدل لو كان مدزوج احيانا بيدل على انه هيطلق زوجته. لما يشوف انه بيتبح او بيقتل الغزال فلالاسف هيكون حزن او هم هيصيبه نتيجة او بسبب امرأة. كمان الغزال للرجل الغير متزوج من الرؤى اللي بتدل على الزوجة. لما يشوف لو كان متزوج وشاف ان هو بيسطاد غزال او بيشتري غزال. فمن الرؤى اللي بتبشره بحمل زوجته وحملها في زكر والله اعلى واعلى. لما يشوف انه بيسطاد غسلان في منطقة من منطقة جبلية. فاحيان بتدل على مراس هيحصل عليه لاما من الاب او من الام. كمان سيد الغزال في الغابة من الرؤى اللي بتدل على اولاد هيكونوا برين وطولي. كمان سيد الغزال باستخدام السلاح الناري احيان بتدل على تقنيب للابن او للبنت. كمان سيد الغزال باستخدام القوس او باستخدام الربح من الرؤى اللي بتدل على حب لي حب لي زوجته. كمان لما يشوف الشخص ان هو بيصوب على غزلان ولكن هو ما اصابش حد فيهم. فاحيان بيدل على رغبته او ان هو بيتمنى ان هو يدزوج او يكون اسره. كمان الرجل لما يشوف انه بيسطاد عدد كبير من الغزلان. فمن الرؤى اللي بتدل على الزواج من سيدة او من فتاة جميلة. كمان بشارة بانجاب بنات. كمان سيد الغزلان لان رجل من الرؤى اللي بتدل لما يشوف انه هو بيسطاد الغزلان بغرض انه ياخد اللحم بتاعه. فده انجابه لي اناس. والله اعلى واعلى. كمان سيدة الغزلان من الرؤى اللي بتدل على حصوله على فرصة عمل حصوله على رزق. لما يشوف ان هو بيسطاد الغزلان واخد الجلد بتاعهم بس فاحيانا بيدل على انجابه لي اه زكر. والله اعلى واعلى. كمان الفتاة العزباء لما تشوف اه ان هي مسكة اه بغزال فمن الرؤى اللي بتبشرها بالزواج والزواج من شخص هو كان اه او هي كانت بترغب اه فيه. لما يشوف انه اه تشوف انه الغزال ده هرب منها. فللأسف بيدل على عدم اتمام الزواج اه من شخص هي بتتمنى او من شخص هي بتحبه. دم الغزال من الرؤى اللي بتبشرها بقدوم خير وكمان بقدوم اه مال. لما تشوف الفتاة العزبان هي بتاكل لحم. الغزال فتاة حصولها على فرصة عمل اه جديدة. كمان القرون بتاعت الغزال من الرؤى اللي بتدل على القوة وعلى وصولها لهدف ووصولها لطموح كانت اه بتسعى لي. العيون بتاعت الغزال من الرؤى اللي بتدل على اه حبها لشخص او ان فيه شخص هي بتتمنى لكن اه للأسف ممكن ما تصلش ليه الشخص ده. المرأة المتزواجة كمان لما تشوف الغزال فمن الرموز اللي بتبشرها بالحظ السعيد. اه كمان من الرموز اللي بتبشرها بالاستقرار في حياتها الزوجية بشكل عام. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف القرون بتاعت الغزال من الرموز اللي بتدل على قدرتها وعلى قوتها في تحمل مسئولية وتحمل اه اه صعوب. لما تشوف ان هي بتاكل لحم الغزال فمن الرموز اللي بتبشرها بالمال. كمان بالرزق وتحصن اه في اه احوالها بشكل عام. كمان عيون الغزال بالنسبة للمرأة المتزوجة من الرموز اللي شوية بتدل على الفراء او على المشاقة او على الهموم بشكل عام. اه كمان لما المرأة المتزوجة لما تشوف الغزال الصغير اه من الرموز اللي بتبشرها بالحمل وتشورب قدوم طفل جديد للعائلة او للاسرة. لو كانت هي اه مش بتنجب وشافت اه 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 مجموعة من الغزلان الصغيرين فبيكون بشارة ليها برضو اه بالحمل. اه كمان الغزال الزغير من الرؤى اللي بتدل على زوال للهموم وزوال للخلافات والمشاكل. لحم الغزال لما يشوفه سواء شافه اه رجل او امرأة لما يشوف انه بياكل لحم الغزال. فمن الرؤى اللي بتدل على مال اه هيحصل عليه اه لو كان رجل اه فبرضو بشارة بي اه زواجه من امرأة اه جميلة. كمان اكل لحم الغزال من الرموز اللي بتدل على اه احيانا اه بيدل على اكله لمال او اخذه لمال اه زوجته او مال من اه بنته. اه كمان اه شعر الغزال او الجلد بتاع الغزال فده برضو مال هيجي عن طريق اه امرأة. اه لما يشوف الرأي انه بيسلغ الغزال ده انه بيسلخه فالاسف من الرؤى اللي بتدل على ارتكابه اه زنبه في الغالب بيكون اه زنة. كمان شاوي الغزال اه او اه برضو اه لما يشوف ان هو بيشتري اللحم بتاعه. فده هو هيستثمره. اه كمان لما يشوف ان هو بيبيع او بيشتري اه اه القرون الخاصة بالغزال فاحيانا بيدل على تجارة هو بيقوم بيها لكن التجارة دي هتتحسب عن على قرمته او على سمعته. اه ده كده اه باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الغزال اه في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في ايس ايل او استفسار اكتبوا لي تحت. انا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو بديد. مع السلامة.